السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الطلبة والطالبات الأعزاء طلبة الصف الخامس الابتدائي للمدارس العربي والمدارس التجريب لغات والمدارس اللغات وأولياء أمورهم الكرام المشاهدين والمتابعين لمنارة العلم English for you أهلا ومرحبا بكم في لقائكم المتجدد على منارة العلم English for you النهاردة وبناء على طلبكم هنحن مع بعض نمازج الوزارة الرسمية في المهام الأدائية لمادة اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي طبعا قبل كده كنا نزلنا مهام وحلناها مع بعضينا كانت المهام دي مهام مكترحة بالفعل فيه مدارس خاصة جابت منها للأولاد وامتحنتهم أما المدارس اللي السا ما امتحنتش لحد دلوقتي فأكيد هتلتزم بمهام الوزارة طبعا كانت الوزارة لسا ما نزلتش مهام فكان بعض المدارس عملت مهام من عندها وامتحنت الطلاب خلاص إنما الطلاب اللي السا همتحنوا أكيد هيجي لهم من المهام الجديدة اللي الوزارة منزلها عمتا المهام هي مش امتحان بالمعنى المعروف هي تقييم بيحلوا الطالب في الحصة المدرسية بتاعة المادة في وجود مدرس المادة بيساعدوا عشان يحلوا مثلا عندنا في اللغة الإنجليزية المهام الأدائية بتاعتنا بتكون عبارة عن باراجراف البراجراف بيجي لنا عن موضوع معين من موضوعات الدروس اللي احنا أخلناها احنا عندنا 6 units كل unit فيه 6 lessons كل lesson بيتكلمني عن موضوع معين لما كنت بشرح لكم الفيديو بتاعة lessons دي كنت بقول لكم في نهاية كل درس نلخص الدرس في 4 أو 5 جمل بحيث إنه لو جالي إني أكتب عن الموضوع أفهم الكلمات والجمل والتعبيرات اللي أقدر أستخدمها وأكتب عن الموضوع ده المهمة بقى هي كناتج من نواتج التعلم بيطلب منك إنه أن تكتب له زي باراجراف أو موضوع تعبير أو 5 جمل عن الموضوع اللي هو مثلا ما بين 30 إلى 40 كلمة عن الموضوع اللي هو من الموضوعات اللي هو الدهالة طيب هنحل بقى دلوقتي مع بعض المهام وإحنا المهام دي طبعا مهمة جدا لأنها عنها 35 درجة أول ما بتحضر يبقى بتسجل حضور بتتحط قدما خمس درجات الورقة بتاعتك نظيفة سلوكك في الفصل مؤدب الورقة ما فيها الشهبطة الخط منظم بتاخد كمان خمس درجات يبقى أخدت 10 درجات من أصل 35 درجة الـ 25 درجة الثانيين بمساعدة مدرس المادة لما بتكتب الباراجراف بتاخدهم ويبقى كده أخدت 35 درجة من 100 درجة بتوع المادة اللي بعد كده الـ 65 البقائين بيكونوا مقصمين ما بين الامتحانات اللي احنا امتحانناها واللي هو في أكتوبر ونوفمبر وامتحان الميت طالب فطبعا فرصة زهبية انت عندك تلت الدرجة اللي هي 35 درجة من الميت درجة بتاخدهم في المهمة دي طيب عايزين برضو نعود الأولاد انهم ما يحفظوش المهمات بمعنى السنة اللي فاتت كان لسه المنهج جديد وكان لسه عايز يعرفني يعني ايه مهام أدائية ويعرفني النظام ماشي ازاي فكانت الوزارة بتلتزم انها تنزلني نمازج السنة دي الوزارة اتأخرت جدا عشان تنزل نمازج وفي الامتحانات ما نزلتش نمازج زي اللي نزلتها في الصف الرابع فاحنا مش عايزين نعتمد على النمازج دي انما عايزين نعتمد على طريقة لمذاكرتنا ان احنا نفهم نواتج التعانم بتاعت المواد اللي احنا بناخدها ان احنا زي ما قلنا كل درس بناخده من دروس اللغة الانجليزية بعد ما نخلص الدرس نحاول ان احنا نحل البراجراف اللي موجودة عليه عن طريق التدريبات اللي موجودة في الكتب الخارجية وان احنا نخلص الدرس ده في 30 اربعين كلمة ما بين 5 ل 4 او 5 جمل يعني عشان بعد كده لما تجيلي المهمة من غير ما تكون الوزارة ايلاني عليها اعرف ان انا احل انا هنا برضو في الفيديو مش عايزة الطالب يحفظ عشان كده انا ملتزمتش بنموذج واحد لحل السؤال المطلوب انما انا جبت الاسئلة او البراجرافات من الكتب الخارجية وكمان براجرافات انا حلتها وكمان براجرافات استعنا بمدرسين اخرين يعني كل نموذج محلول من اكثر من مدرس باكتر من اسلوب عشان الطالب يقرأ كل نمازج دي وبعدين ياخد جملة من هنا على جملة من هنا على جملة من هنا ويكون هو البراجراف باسلوبه عشان احنا مش عايزين الطالب يحفظ احنا عايزينه يفهم ويبتكر ويبتدي هو اللي يعرف يكتب المهمة لواحده باسلوبه هو بس مبدئيا في البراجراف زي ما احنا اتفقنا فيه حاجات لازم ان احنا نراعيها اولا ان انا ببدأ من نصف السطر بكتب العنوان بعد كده بسيب يعني في العرب يكونون عليها بيازة حتى كده من السطر الدعوة للصباح وبعدين بكتب لجوه كده شوية وببدأ الكلمات وانا مراعي علامات البانكتواشن ببدأ بكابت الليتر وبعدين في نهاية كل جملة بحط الفول ستوب لو عندي سؤال بحط الكوستشن مارك لو عندي اكسبريشنز بقى بتدل على الغضب على الاستنكار على التعجب بحط الاكسكليميشن مارك اللي هي علامة التعجب يعني لازم اراري علامات الترقيم فلازم وانا بشوف المهمة اروح لي الفيديو بتاع البانكتواشن وافهم علامات الترقيم احط النقطة امتا احط الكوما امتا احط الابوسرف امتا لان ده كله بتحاسب عليه في الباراجراف كمان الهجاية لازم اكتب الجملة الهجاية بتاعتها صحيحة فلو في كلمة صعبة عليك ما تكتبهاش لو انت مش متأكد من السبنينج بتاعها لان لو كاتب كلمة غلط بتنقص طيب كمان نعمل ايه الزمن بتاع الجملة لازم اطبق بقى الجرامل اللي انا اخدته لو بتكلم فيه المضارع هستخدم الـ present simple tense او الـ present continuous tense لو بتكلم في الماضي يبقى past simple او past continuous لو هتكلم فيه future في المستقبل يبقى استخدم فلازم اكون جمل صحيحة من حيث علامات الترقيم من حيث الهجاية من حيث الزمن اللي انا مستخدمه عشان كده في الاول هنتعود ان احنا يعني نشوف نمازج للمدارسين اللي حلنها وبعد كده ناخد منها الجمل بطريقة صحيحة ونكون بقى جمل احنا باراجراف بتاعنا احنا باسلوبنا طبعا في مدارس مش هتخلي الطلاب يعني ياخدوا كل المهام دي ويحفظوها ممكن ان هي تقول له ايه ما بين مهمتين يعني يقول له احفظ ده او ده فيبقى الموضوع عنده اسهل ان هو هيبقى عنده اتنين بس اللي هو ياخد باله منهم الموضوع اسهل من ان هو يحفظ كل المهام دي وزي ما بنقوله بنكرر مش عايزينه يحفظ عايزينه يتعلم يحط النموذج قدامه ويبتدي يقلده ويعمل زيه فعشان كده احنا حلينا من اكتر من كتاب خارجي واستعنا بالحل بتاعه اكتر من مدارس طيب يلا مع بعض بقى هنقول سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت علام الغيوب واللهم لا سهل الا ما جعلته سهل وانت ستجعل علينا كل صعب سهل باذن الله وهنبدأ مع بعض مع اول نمازج من نمازج المهام الادائية وطاسك نمبر وان المهمة الاولى طبعا كل مدرسة هتختار مهمة غير التانية يعني المدرسة اللي هتجيب المهمة بتاعت اللوجيومز مش هتجيب المهمة بتاعت وهكذا يبقى على حسب كل ايه مدرسة طب هنا العنان بيقول لوجيومز وي جرو ان ايجيبت يعني البوكوليات التي نزرحها في مصر بيقول يعني في انواع كتير من البوكوليات اللي بنزرحها في مصر مثل العاتس الفول الحمص ممكن تكتب عن اللنتلز عن العاتس ممكن تكتب عن الحمص ممكن تكتب عن الفول طبعا احنا عندنا كان درس كامل عن اغلب الطلاب هتكتب عن تشيك بيز و هتبقى عارف هتكتب عنه حاجات لان خناه في الوحدة الاولى طيب بيقولني في السؤال التاني what dishes can you make with it اشرح لنا بقى انت بتحب الحمص مثلا هتتكلم عن ايه طب الحمص ده ممكن ندخله في ايه ممكن نعمل منه اكلات ايه احنا خدنا ان احنا بنعمل منه الكشري وبنعمل منه صلطة الطحينة اه بتاعة الحمص طيب number 3 بيقول what other ingredients do you add to it ايه المكونات التانية اللي هتضفها يعني مثلا لو هتعمل كشري هتقول ان انت هتحط الحمص والرز والمكرونة والسلسة تشرح لنا بقى number 4 بيقول how is it useful to our bodies ازاي هو مفيد لجسمنا احنا اتفقنا ان الليجيومز دي هي عبارة عن healthy food طعام صحي طب الشيك بيز بيعمل ايه لجسمنا؟ طبعا he makes the digestive system work properly يعني بيجعل الجهاز الهضم يعمل بانتظام فعشان كده هو مفيد طيب انا كده فهمت المهمة وعرفت المطلوب مني يلا بقى نكون البراجراف بتاعنا ونبتدي نكتبه عندنا من الكتاب الخارجي موضوع عن اللي هو الحمص ممكن بقى نقول ايه طبعا زي ما احنا اتفقنا كتبنا في نصف السطر العنوان وحط نعمة بين علامات التنصيص عشان ده عنوان ده كده من كواعد وبعدين سبت حتة زي ما اتفقنا وبدأنا من اول الساس كابتل لتر يعني الحمص مكون هام في كثير من الوصفات زي الكشري وبعدين حطيت الفول ستوب عشان ده جملة خلصت هبدأ جملة جديدة بكابتل لتر بقول يعني الحمص هو لا خضر ولا فكهة وحطيت النقطة لان ده جملة تانية هبدأها بقى من اولها كابتل لتر يعني هما بينتموا لمجموعة من الغذاء اسمها البكوليات هو طعام صحي they can help to keep our digestive system working properly هو بيساعد ان احنا الجهاز الهضمي بتاعنا يعمل بانتظام يبقى انا كده كتبت عن التشيك بيز اللي هو نوع من انواع الليجيومز كتبت عن الحمص ورعيت علامات الترقيم حطيت العنوان ما بين علامات التنصيص سبت حتة من اول السطر وكتبت من بعديها وبدأت بكابتل لتر ونهاية الجملة حطيت الفول ستوب كل جملة جديدة ببدأها ببدأها بكابتل لتر ونهايتها بحط الفول ستوب كل جملة جديدة هي بكابتل لتر ونهايتها فول ستوب وكتبت له معلومات عن الحاجات اللي هو عايزها جبت الكلام ده كله منين جبته من الوحدة الاولى من الدروس لما كان بيحكيني عن التشيك بيز طيب ده نموذج من النمازج اللي مكتوبة في الكتب الخارجية طيب ناخد نموذج كمان لمدرس فاضل من المدرسين بيقول يعني البكوليات المفضلة لدي منها الحمص نستخدمها نستخدمها من الكشري هي لذيذة نستخدم الكشري نستخدم الكشري نستخدم البصل والعطس والرز تشيك بيز بقول ان الحمص مفيد في الهضم إنه طعام صحي برضو كتبت له معلومات عن الحمص ولكن باسلوب تاني نموذج ثالث لمدرس فاضل اخر بيقول هناك انواع كثيرة من البكوليات نزرحها في مصر مثل العطس الفول والحمص بيقول انه طعام صحي جدا وهو بيحب الحمص وان الشيك بيز انه طعام صحي جدا وهو بيحب الحمص يعني الحمص ده مكون هام جدا في كثير من الوصفات زي الكشري وصلطة الطحين اللي معمولة من الحمص وهو بيساعد في ان الجهاز الهضم بتاعنا يعمل بانتظام ده برضو كان نموذج ثالث ممكن نتكلم فيه عن الليجيومز البكوليات منها اللي هو الحمص انت بعد ما تقرأ النماذج دي ممكن بقى تاخد جملة من هنا على جملة من هنا وتطلع النموذج الخاص بك انت يبقى انت ابتكرت بس في نفس الوقت استعانت بنماذج عشان تقدر تكتب الجمل سليمة من ناحية الزمن بتاعتها من ناحية البنكتوشن وعلمات التركين بتاعتها من ناحية الهجاية بتاعتها وفي نفس الوقت يبقى انت محافظتش وفي نفس الوقت انت لميت مهاراتك وحاولت ان انت تكتب باسلوبك وهو دوت الصح ده صح من ان احنا نحفظ هو ده الصح طيب المهمة التانية بتقول كيف يمكن ان نحمي الماء والهواء والاشجار عايز اتكلم بقى عن مشكلات التلوث وازاي احنا نقدر نحمي الماء والهواء والاشجار بيقول لابد علينا ان نحمي كوكب الارض من التلوث التلوث بيسبب التغيير في المناخ 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 اصبح حر جدا احنا ما عندناش المطر الكافي والمحاصين بتاعتنا مش قادرة انها تنمو بيقول بيقول اكتب في الموضوع مستعينا بالكلمات الهوم الديهالي اللي هي زي اير بوليوشن اللي هو تلوث الهواء ووتر المية كاتنج تريز قطع الاشجار كيب انفيرومنت كلين اللي هو الحفاظ على البيئة نظيفة طيب نشوف برضو نموذج من النماذج المحلولة في الكتب الخارجية what we do to protect our air المفروض نعمل ايه عشان نحمي الهواء بتاعنا وطبعا عنوان بكتبه في نص السطر وبحط له علامات التنصيص وبعدين بسيب حتة قبل ما بكتب اول سطر فيه البارغراف بدخل لجوه كده واكتب كابتل لتر بقول انه من الهام ومنها الضروري ان يعني يبقى الهواء بتاعنا نظيفا طبعا اتس دي اختصار لاتس فحتطلها الابوستروف بتاعت الاختصار وبدتها بكابتل لتر وناهيتها بفول ستوب وبعد الفول ستوب ببدأ جملة جديدة في كابتل لتر تاني بقول we need to look after our plant علينا ان نعتني بكوكبنا خلصت الجملة فحطت فول ستوب وببدأ جملة جديدة بكابتل لتر تاني we can drive our cars less عايزين بقى نسوق العربيات بتاعتنا اقل زي ما اتفقنا لما بدينكوا رايحين مشوار لو عشرة رايحين المشوار ده وكل واحد من العشرة عند العربية بيسوقها يبقى العشرة راكبين عشر عربيات كل عربية من دولة بتطلع لي عوادم يبقى عندي عشر عوادم من عشرة عربيات رايحين في مشوار واحد كويس بقى على كده بقيت المشاوير وبقيت الناس اللي ماشية في الشارع فاحنا لو استخدمنا العربيات اقل بمعنى ان المشوار قريب همشي على رجلي او المشوار قريب ممكن اروح بالعجلة بدل ما اروح بالعربية او ممكن كلنا نم بعد نروح المشوار ده بان احنا نلقى بعربية واحدة او نأجر اوتوبيس نروح في كلنا بدل ما كل واحد يروح بعربية فيبقى العوادم اللي هتطلع هتطلع من اوتوبيس واحد او عربية واحدة بدل ما تطلع من عشر عربيات فطبيعي ان هيكون هنا ايه التلوث اقل فاحنا بنقول use your cars استخدم السيارة بتاعتك اقل ان انت تستعين بقى بان انت كلكو تركبوا في سيارة واحدة او ان انتم تروحوا مثلا ببسكليتة او بعجل المكان او ان انتم تمشوا على رجليكم بيقول we can use our bikes more احنا نستخدم العجل بتاعنا اكتر شرحناها دلوقتي we should plant trees المفوض ان احنا نزرع الاشجار we must work hard to do this وعلينا ان نعمل بجد يعني لتحقيق هذا تمام طيب نموذج يعني انا كتبا بقول to protect our air we should use car less and use bike more يعني لكي نحمي الهواء علينا ان نستخدم السيارات اقل وانا استخدم العجل بكمية اكتر طبعا ليه to stop emissions from cars عشان العوادم اللي بتطلع من السيارات بقى قل we should build factories in empty places far away from cities بفوض ان احنا نبني المصانع في اماكن بعيدة عن المدن اماكن ما فيها السكان عشان التلوث ما يصبش السكان because they pollute air عشان هما بيلوثوا الهواء we should keep sea clean and never put garbage near it المفروض ان احنا نحافظ على البحار انها تفضل نضيفة وما ننميش الكمامة بجانبها ابدا we shouldn't waste water مش المفروض ان احنا يعني ايه نستهلك المية بكميات كبيرة المفروض يبقى فيه ترشيد في الاستهلاك للمية we should plant more trees and plants to clean air علينا ان احنا نزرع المزيد من الاشجار والنباتات لتنظيف الهواء and never cut them down وما نقطعهمش ده النموذج تاني انا كتبها من النمازج اللي ممكن نحتازي بيها يعني في موضوع زي ده طيب نموذج تاني من استاذ فاضل بيقول we all should protect our air and water from pollution لازم كلنا ان احنا نحمي الهواء بتاعنا والمية من التلوث we mustn't throw trash in water مش المفروض ابدا ان احنا نرمي مخلفات في المية we shouldn't cut down trees مش المفروض ان احنا نقطع الاشجار we should plant more trees يعني يجب علينا ان احنا نزرع المزيد من الاشجار طبعا هنا ال S دي غلطة مطبعية المفروض تبقى D بدل ما هي S لان should يبقى LD اوكي يعني جلما ان يسوء اكيد المستر ما اخدش باله we must keep environment clean لابد ان نحافظ على البيئة نظيفة الباراجراف دوت اللي كتبه مستر احمد جزاه الله خيرا ممكن برضو ان احنا نستعين به طيب باراجراف تاني بيقول we must protect the earth from pollution لازم ان احنا نحافظ على الكوكب بتاع الارض بتاعنا من التلوث بيقول لي pollution causes climate change ان التلوث بيسبب التغيير في المناخ بيقول we can drive our cars less ممكن ان احنا نسوء العربيات بتاعتنا بكمية اقل ما نستخدمهاش كتير يعني we can use our bikes more ونستخدم العجل بتاعنا بكمية اكتر we should plant trees and keep our sea clean لازم ان احنا نزرع الاشجار ونحافظ على نظافة البحر we must keep our environment clean يعني لازم نحافظ على ان البيئة بتاعتنا تفضل نظيفة هنا الاصاح ان احنا نقول we must keep our environment clean على طول ما نقولش to clean او نقول to be clean يعني اما نحط بي تبقى to be clean او نحط environment clean ونعين 2D طيب دي كده تلات نمازج ممكن بقى ان انت تحتزي بالنموذج اللي تلاقيه اسهل لك او تاخد جملة من هنا على جملة من هنا وتكون النموذج الخاص بك عشان برضو تعرف ازاي تكتب مش عايزين كل حاجة تبقى حفظ طيب task number 3 المهمة التالتة بيقول يعني عايز المميزات والعيوب بتاعت السياحة البيئية بيقول tourism is very important to many countries يعني السياحة مهمة لبلاد كتير ecotourism is about being kind to the environment and local people بيعرفني ان السياحة البيئية معناها ان انت تبقى صديق للبيئة وصديق للشعب بتاع البلد اللي انت رايح له يعني او السكان المحليين بتوع البلد اللي انت رايح تزورها بيقول write using these guiding words اكتب مستخدما هذه الكلمات مستعينا بيها يعني كلمة tourists اللي هم السياح كلمة travel اللي هو يسافر small hotels اللي هي الفنادق الصغيرة وكلمة dive اللي هي معناها يهوس من الكتب الخارجية اللي هي نموذج عندي اللي هو اللي هو المميزات والعيوب بتاعة السياحة البيئية زي ما اتفقنا هبنكتب العنوان في نص السطر وبنحط علامات التنصيص عشان دي من علامات البنكتوشن نازم التزم بيها وبعدين بسيب بيازة كده او مسافة وبدخل لجوه واكتب اول السطر كابتل لتر بقول ايكوتوريزم طبعا براعي البنكتوشن ان ايكو ده مقطع وتوريزم مقطع فلازم بحطه يعني بينهم الداش يبقى ايكوتوريزم is an exciting idea اللي هو السياحة البيئية فكرة رائعة it helps to protect the wildlife لانها بتساعد في حماية الحياة البرية it looks after the environment هي بتعتني بالبيئة it helps local people بتساعد السكان المحليين but ecotourism isn't as comfortable as normal tourism ولكن السياحة البيئية مش مريحة زي السياحة العادية لان احنا زي ما اتفقنا ان السياحة العادية ممكن يجيلك ركب طيارة في ساعتين يبقى عندك خمس ساعات ست ساعات ابعد ما كان ممكن يبقى 24 ساعة هيكون عندك اما السياحة البيئية ما بتبقاش عايزة تركب الطيارات لان الطيارات بيطلع منها عوادم زيها زي السيارات بالضبط والعوادم دي بتلوس البيئة وهم اصدقاء للبيئة فمش عايزين يلوسوا البيئة فممكن يجيلك بقى ركبين مثلا اطرات فده بياخد وقت اطول ممكن يكون ركبين عجل ودرجات فممكن يجيلك في شهور وايام فطبعا بيبقى الموضوع متعب اكتر مش مريح زي السياحة العادية ده نموذك ممكن تحتزي به وتكتب منه عن 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 المميزات والعيوب بتاع السياحة البيئية نموذك تاني الاحد المدرسين الأفاضل بيقول توريزم is very important to many countries يعني السياحة مهمة لكثير من الدول it looks after the environment and helps local people لانها بتعتني بالبيئة وبتساعد السكان المحليين it gives jobs for local people هي بتوفر فرص عمل للسكان المحليين اللي هما السكان اصحاب البلد يعني it helps people learn about new cultures هي بتساعد السكان برضو او الناس انهم يعرفوا ثقافات جديدة لان لما بيجي لهم السائح بيشوفوا بقى طريقه اكله طريقه لبسه طريقه كلامه تبصت لقي حتى الناس اللي مش متعلمه خالص لما بتتعامل مع السياح بيلقطوا منهم كلمات فتبصت لقي راجل جاهل مش متعلم امي بس عمان يرتن بالانجليزي وبالفرنساة وبالايطالي عن طريق احتكاكه مع السياح كمان السياح لما بيجوا بيعرفوا عن ثقافاتنا بيعرفوا عن حضراتنا بيعرفوا عن تاريخنا التقارب ده بين الشعوب بيخلينا نتعلم من بعض السقافات طبعا السياح اصدقاء البيئة ما بيحبوش انهم يسافروا بالطيارة عشان التلوث لان الطيارة بتعمل عوادم يعني زي عوادم السيارات بالظبط وبتسبب التلوث They stay in small hotels بيعودوا في فنادق صغيرة They like to dive in the red sea بيحبوا انهم يختصوا في البحر الاحمر Ecotourism helps people but it isn't comfortable السياحة البيئية بتساعد الناس بس هي مش مريحة لان احنا زي ما اتفقنا انهم بيجوا في وقت طويل قوي عشان بيستخدموا الاطراط او بيستخدموا العجل فده طبعا بياخد ايام وشهور ومش عايز اقول سنين كمان فطبعا هو مش مريح امدا مش زي السياحة العادية طيب نموذك تاني لاحد المدرسين الافاضل بيقول Ecotourism is important to many countries يعني السياحة البيئية هامة لكثير من الدول It gives jobs to local people هي بتوفر فرص العمل للسكان المحليين Tourists don't like to travel by plan السياح ما بيحبوش انهم يسافروا بالطيارة because it pollute the environment عشان هي بتلوس البيئة They like to ride bikes هما بيحبوا انهم يسافروا بالعجل They like to stay in small hotels بيحبوا انهم يفضلوا في الفنادق الصغيرة We are very kind to tourists بيقول احنا لازم ان احنا نبقى يعني ودودون جدا وطيبين ونعمل السياح معاملة كويسة طيب Task number 3 بيقول your favorite clothes ملابسك المفضلة عايزك تتكلم عن ملابسك المفضلة وطبعا احنا اخلنا في واحدة من الوحدات انواع الملابس فهو عايز يعرف ان انت خلاص عرفت كل حاجة من اللبس اسمها ايه وتقدر ان انت تكون جملة تعبر فيها عن اللبس المفضل بتاعك بيقول we wear different clothes in different occasions we have traditional clothes in Egypt many people like to wear جلبية نقولها ثاني we wear different clothes in different occasions يعني بنلبس ملابس مختلفة في مناسبات مختلفة we have traditional clothes in Egypt عندنا ملابس تقليدية زي شعبي زي تقليدي في مصر many people like to wear جلبية ناس كتير بتحب انها تلبس الجلبية write about اكتب عن clothes you like to wear الملابس اللي بتحب تلبسها colors and buttons on them بتحب يبقى الوانهم ايه وعليهم اشكال ايه why you like them ليه بتحبهم طيب من كتاب خارجي هو حللها بيقول my favorite clothes ملابسي المفضلة طبعا اتفقنا العنوان بكتب في نصف السطر وبحط له علامات التنصيص لان دي من كواعد punctuation وبعدين بسيب مسافة وابدأ من اول السطر الجوه كده بقول وببدأ كابتل لتر عشان ده جملة بدايتها كابتل لتر بقول my favorite clothes are dresses طبعا ده لو بنت لو بنت هتكتب ان لبسها المفضل هو الفستان ما يجيش بقى حد يحفظ وهو ولد اصلا ولا ايه كاتب لي في الامتحان my favorite clothes are dresses هعرف ان انت ما بتفهمشي وان ان انت بتحفظه بس تمام فنخلي بالنا كده هنا my favorite clothes are dresses يعني ملابسي المفضلة الفستان وحطت نقطة لان خلصة الجملة ببدأ جملة جديدة بكابتل لتر my favorite color is blue يعني لوني المفضل هو اللون الازرق خلصة الجملة حطت الفستان وبدأت كابتل لتر my dress has two pockets يعني الفستان بتاعي ليجي بين وخلصة الجملة حطت الفستان وبدأت جملة جديدة بكابتل لتر I love wearing it in parties انا بحب ان انا البس الفستان في الحفلات خلصة الجملة حطت الفستان وهبدأ جملة جديدة بكابتل لتر I also love wearing a crown on my head for parties انا كمان بحب ان انا البس التاج فوق راسي عشان الحفلات خلصة الجملة وحطت النقطة وببدأ كابتل لتر تاني I like to wear gloves on my hands too انا برضو بحب البس الجوانتي في ايديا كمان ورعاية علامات التركيم يبقى ده تعبير ممكن تكتبوا اي بنوتة عن ملابسها المفضلة ان هي بتفضل اللي هي الفستين نموذج تاني وده برضو بتاع الولاد منقاش بنت بقى كتباني ان هي بتحب مثلا التراوزرز او كده ماشي البنات بتلبس بانطالونات وكل حاجة دلوقتي ولكن يعني التعبير دوت عشان البنين فنخلي بقى مش نحفظ ونكتب وخلاص نخلي بقى احنا بنكتب ايه برضو في نص السطر بكتب my favorite clothes اللي هو ملابسي المفضلة وبحط نقطتين بقول تراوزرز اللي هي البنطالونات comfortable اللي هو مريح لنن اللي هو مكتان pink اللي هو اللون الوردي طبعا دي يعني ايه لو هو عايزني استعين بكلمات هو هنا في المهمة مش جايب لي ان انا استعين بكلمات فخلاص كأن الكلمات دي مش موجودة قدامي هكتب اي حاجة هبدأ بان انا بسيب مسافة وبعدين بكتب من بعد عقلة صباع كده capital letter my favorite clothes are my trousers and shirt الولد بيقول ان ملابسي المفضلة هي البنطالون والاميس they are very comfortable هم مريحين جدا my old white linen trousers are very beautiful بيقول البنطالون الاديم بتاعي الابيض الكتان كان جميل جدا i bought them last year انا اشتريته من السنة اللي فاتت i also like the new pink cotton shirt انا كمان بحب الاميس القطني البنبة they are my favorite because they are comfortable هم المفضلين لدي عشان هم مريحين ده نموذج ممكن ان ولد يكتبه عن ملابسه المفضلة طيب ممكن نموذج تاني نقول i like to wear blue jeans and stripped t-shirts يعني انا بحب ان انا البس البنطالون الجينس الازرق والتيشرت النصكم المخططة they are my favorite clothes هي ملابسي المفضلة i always wear them in ايد يعني انا دايما بلبسهم في العيد and some festivals وبعض المهرجانات او الاحتفالات i also wear جلبية on friday انا كمان بلبس الجلبية يوم الجمعة بيروح يصلي في الجامعة بالجلبية it is white and has two pockets هي بيضة وليها جبين ده نموذج تاني ممكن نكتبه عن المنابس المفضلة براعي ان بكتب capital letter بخلص الجملة بحط ال full stop براعي علامات الترخيم عيد بتكتب capital letter لانها مناسبة مشهورة friday بتكتب capital letter لانها يوم من ايام الاسبوع لازم واحنا بنذاكر المهام نروح للفيديو بتاع البانكتواشن وانا هسيب لكم الفيديو بتاع الشرح بتاع البانكتواشن والفيديو بتاع حل امثلة على البانكتواشن لان البراجراف بتنقص في البانكتواشن لو انت مش عاملها وبتنقص في الكلمات لو انت مش عامل ال spinning بتاعها صح وبتنقص على الزمن لو انت مش مرتب الزمن صح او مش كاتب الفعل متصرف صح فنخلي بالنا من الحاجات دي كلها طيب نشوف نموذك تاني بقول my favorite clothes are my shirt and trousers المفروض اصلا اقول clothes ما اقولش clothes مش المفروض انها تجمع يعني الا صح ان هي my favorite clothes يعني ملابسي المفضلة بس ما علينا they are comfortable هم مريحين I wear a pale shirt and dark blue trousers بتقول انها بتلقي او ان هو يعني بيلبس اميس فاتح اللون وبمتالون لونه ازرق غامق كحلي يعني with light blue strips on it والبمتالون دوت فيه زي خطوط كده من الازرق الفاتح I like my clothes because they are comfortable وبيقول ان هو بيحب الملابس بتاعته عشان هي مريحة انت تقدر بقى من خلال النمازج اللي انت خدتها دي تكون البراجراف الخاص بك انت تتكلم عن ملابس عندك نقي طاقم كده من عندك عايز تتكلم عليه وتستعين بقى ان الطاقم ده مثلا تشوف الاميس لونه ايه البمتالون لونه ايه وتقول ان ده الطاقم المفضل عندك عشان هو مريح بيرياحك تقول انت بتحب تروح بفين وهكذا طيب الطاقم اللي بعد كده بيقول shopping with my mom هو بيقول shopping with your mom يعني انت لما تعمل التصوق مع مامتك فانت لما تتكلم بعد كده عن نفسك هتقول shopping with my mom اللي هو التصوق اللي بعمله مع مامتي وتبتدي تتكلم بقى عن رحلتك في التصوق انت ومامي بتروحوا فين بتشتروا ايه وهكذا بيقول هنا your mom needs you to do the shopping with her يعني مامتك عايزك تعمل التصوق معاها she asked you to go with her to the supermarket هي سألتك ان انت تنزل تروح معاها السوق او السوق او كده you wrote a shopping list وانت بقى بتديت تكتب قائمة للتصوق تكتب مثلا انا حمزل اشتري كيس مكارونا كيس روز ازادة زيت علبة شوكولاتة الحاجة انت عايز تكتبها هتعملها في shopping list بيقول write about اكتب عن the food you would like to buy الطعام اللي تريد ان تشتريه the money you need الفلوس اللي انت محتاجها عشان تشتري بيها healthy and unhealthy food you bought الطعام الصحي اللي انت اشتريته والطعام غير الصحي اللي انت اشتريته طبعا احنا بنكتب نخلي بالنا من المطلوب لازم نبقى عاملين على اقل جملة عن كل مطلوب عشان يبقى استوفينا عناصر اللي هو الدهنة والتعبيب بتاعنا في الافكار اللي هو طالبها مننا طيب هنا بنقول i like shopping very much بحب التسوق جدا i help my mom do the shopping بساعد مامتي عشان نعمل التسوق i write the shopping list كتبت القائمة بتاع التسوق i go to the market with my mom انا بروح السوق مع مامتي we go there every friday احنا بنروح كل يوم جمعة we buy a lot of things احنا اشترينا حاجات كتير we buy fresh fruits and vegetables اشترينا فواكه طازة وخضروات we buy eggs bread and milk واشترينا البيض والعيش واللبن كمان at home i help mom cut the vegetables في البيت بقى لما روحنا انا ساعدت مامتي ان احنا قطعنا الخضار my mom cooks delicious food for us مامتي طبخت لنا بقى وجبة حلوة كده اكل جميل she is a good مفروض a good cooker يعني طبخة شطرة يعني مفروض هنا a good cooker يعني بعد الكين حط ER تمام عشان يبقى صحي she is a good cooker تمام؟ طبعا اي مدرس عمل لنا الحاجات دي واستعنى بيه واخننا الحاجات دي يعني جزاه الله خيرا حتى لو فيه حاجة بسيطة غلط او كده فقط الخير ان هو في الوقت الكياسي ده بيقدر ان هو يكتب لنا كل البراجرافات دي عشان نستفاد منها كلنا طيب i always help mom with the shopping يعني دايما بساعد امي في التسوق we want to buy pasta chicken and fish احنا عشان نشتري مكرونة مكرونة بالانجليش اسمها pasta وفراخ وسمك we need 200 pounds احنا محتاجين 200 جنيه عشان نشتري الاكل i like healthy food like chicken and fish انا بحب الطعام الصحي زي الفراخ والسمك i don't like unhealthy food like chocolate ما بحبش الطعام الغير الصحي اللي زي الشوكولاتة ده مين بقى الولد الشاطر ده مين بقى ما بيحبش الشوكولاتة كلنا بنحب الشوكولاتة بصراحة فانت شاطر كده قوي يعني طيب الطاسك المهمة اللي بعد كده a trip you want to go on رحلة عايز تعملها مكان عايز تروحه ايجيبت is full of many beautiful places where we can go to enjoy and have fun مصر مليئة بالاماكن الجميلة اللي نقدر نستمتع فيها ونقضي يوم مالح يعني we can visit الفيوم اسوان هرجادة اندهب احنا ممكن ان احنا نزور الفيوم واسوان والغردقة ومدينة دهب write about اكتب عن نفسك تروح فين يعني عايز تروح فين كرحلة which clothes do you like to pack in your suitcase ايه اللبس اللي انت محتاج ان انت تطبقه وتاخده معاك في الشنطة بتاعتك what activities can you do there the activities اللي انت محتاج انت تعملها هناك ايه هي النشاطات اللي انت هتقوم بيها هناك يعني مثلا هتلعب فين هتاكل فين هتشرف فين هتنام امتى هتصحى امتى احكينا بقى عن الحاجات دي كلها طيب من الكتاب الخارجي ايه اللي اتريبتو الفيوم اللي هو رحلة الى الفيوم بيقول طبعا هو لسه هيروح لسه مراحش فبيستخدم زمن المستقبل اللي هو ويل او شال زائد المصدر لان حاجة هتحصل لسه في المستقبل طبعا في نص السطر كتبنا العنوان سيبنا مسافة قبل قبل اول جملة ودخلنا كده جواست شوية وبعدين كتبنا بدأنا كابتل لتر الاختصارات بنحط لها الابوستروف نهاية الجملة بنحط لها الفول ستوب وبراي علامات الترقيم عشان منقص I'll go to الفيوم طبعا الفيوم مكان وبلد ومكان مشهور فبيكتب كابتل لتر I'll go to الفيوم with my family tomorrow يعني انا هروح الفيوم مع اسرتي غدا We will visit my uncle علي and cousins احنا هنزور عمي علي وولاده We need to back our suitcases احنا محتاجين ان احنا نطبق الهدوم اللي هناخدها معنا في الشنطة نحزم الامتاع I'll take my swimming shirts to swim in the pool هناخد الميو بتاعنا عشان نعوم في البسين I'll take my sunglasses هاخد نضارة الشمس It will be very sunny الجو هيبقى مشمس جدا I can't wait to go there and see them انا مش قادر استنى يعني من كتر ما هو فرحان بالزيارة عايز ايه يجري يروح على طول فدي جملة بنقولها او expressions بنعبر عنها لما بقول انا لا اطيق الانتظار مش قادر استنى عايزة امشي على طول عشان اروح وايه واشوفهم طيب نموذج ثانى من النماذج My trip to الفيوم برضو رحلتي للفيوم بقول I am traveling to الفيوم tomorrow with my family انا هسافر بكرة الفيوم مع عائلتي We need to back our suitcases احنا محتاجين ان احنا نطبق الحاجات بتاعت الشرنط بتاعتنا I need to back swimming shorts المفروض ان احنا هنطبق الميو Mom needs to back her sweater ومامتي هتاخد الجاكت بتاعها My sister needs to back her pyjamas واختي هتاخد البجامات بتاعتها We are going to spend a nice time احنا هنقضي يوم اه يعني او هنقضي اجازة جميلة هنقضي وقت جميل يعني ممكن كمان اقول ايه اقول I want to go on a trip to hurgada انا عايز اروح لرحلة للغردقة It is very nice city With a lot of beaches يعني هي هو مكان او هي مدينة جميلة جدا بشواطئ جميلة I can swim in the sea انا ممكن اعوم في البحر لان هي قال ان هي فيها شواطئ كتيرة وهي مدينة جميلة I will take swimming shirts and googles هاخد معايا الميوهات والنظارات بتاعت السباحة I can see the coral reefs in the red sea انا ممكن ان انا اشوف الشعب المرجانية الموجودة في البحر الاحمر يعني موضوع ثاني يقول Egypt is full of many beautiful places where we can go to enjoy and have fun يعني مصر مليئة بالاماكن الجميلة اللي نقدر نزورها ونقضي فيها وقت ممتع I am going on a trip to الفيون tomorrow انا هروح رحلة للفيون بكرة I will back my suitcase انا هطبق الهدوم بتاعتي واحطها في الشنطة بتاعت السفر يعني هحزم الامتاع عشان السفر I will back my sunglasses هاخد نضارة الشمس It may be sunny لان ممكن الجو يكون شمس I will back my sweater too هاخد الجاكت بتاعي معايا كمان It can be cold in the evening ممكن الجو يبقى برد في المساء I want to see the biggest waterfalls in Egypt هو عايز انه هو يشوف اكبر شلالات موجودة في مصر and fossils of whales والحفريات بتاعت الحيتان اللي هي بقايا الهاكل العظمية بتاعت الحيتان I want to visit the huge وادي الريان بارك هو عايز انه هو يزور حديقة وادي الريان العملاقة which is home to many birds and animals اللي هي موطن لكثير من الطيور والحيوانات طبعا باراجراف زي ده متاخد من الدرس بالزبط يعني ممكن ان انا افتح الدرس اللي هو العنوان بتاعه جاي منه المهمة وابتدي اقرأ التكس بتاع الدرس وحاول اعمل نفسي ملخص ما بين 30 ل 40 كلمة حوالي 5 سطور من الدرس ده ويبقى ده هو البراجراف بتاعي او المهمة بتاعتي انا كتبتها بنفسي من الدروس اللي انا واخدها طيب another task مهمة تانية بيقول what do you want to be when you grow up عايز تطلع ايه عايز تبق ايه وده جاي من unit 5 الوحدة الاخيرة في المنهج يعني الوحدة القابل الاخيرة في المنهج كان درس لسن 5 & 6 اللي احنا لسه شرحينه مع بعض امبالح لما كان بيقول لي عايز تطلع ايه او عايز تبق ايه وكان بيقول لي ان كل الوظائف مهمة we all like different things وكل واحد فينا بيحب شيء مختلف عن التاني some jobs are interesting for some people but they are boring for other people بعض الوظائف محببة لناس ولكنها ممن للناس تانين انا مثلا بحب وظيفة التدريس غيري ما بيحبهاش حد تاني عايز يبقى طبيب بطري غيري بيخاف من الحيوانات واحد عايز يبقى صحفي لانه عنده الكدر ان هو يتكلم ويتحدث مع الناس ما يعرفهمش ويكون صدقات جديدة حد تاني ما بيقدرش على حاجة زي كده ولكن في الاخر بتبقى كل الوظائف مهمة وكلنا بنكمل بعضينا والمجتمع لازم له كل الوظائف عشان يكون بيقول write about اكتبعا what is the job ما هي الوظيفة why is it important ليه هي مهمة what can you do to help others ايه اللي ممكن تعمله عشان تساعد الاخرين طيب من احد الكتب الخارجية كاتب a job you want الوظيفة اللي انت عايز تبقاها وهنا هو عايز يبقى جورناليست عايز يبقى صحفي طبعا بنبدأ بنكتب العنوان في نص السطر وبعدين بنسيب مسافة ونكتب من يعني يعني نسيب الدعوة للصباعة كده او بيازة وبعدين نخش الجوة شوية ونبدأ كابتل لتن ونرأي علامات التركيم بقول when i am older يعني لما اقبر i want to be a journalist اريد ان اكون صحفي because i like writing reports عشان انا بحب كتابة التقارير i think this is a good job for me because i like reading lots of information انا اعتقد ان الوظيفة دي هتكون مناسبة ليا جدا وكويسة ليا لان انا بحب كراءة الكثير من المعلومات i am good at reporting news and i enjoy meeting new people هو كمان بحب ان هو يحلل الاخبار وبيحب يقابل ناس جديدة وبيقول i love this job يعني انا بحب هذه الوظيفة i love this job يعني انا بحب هذه الوظيفة طيب نموذك تاني برضو حد عايز يبقى vet عايز يبقى طبيب بطري a job you want to do فالبنت دي عايزة تبقى طبيبة بطرية فبتقول i want to be a vet when i grow up يعني لما اقبر انا عايزة بقى طبيب بطرية i would like to work with animals انا بحب ان انا اشتغل مع الحيوانات some days i will work inside on other days i will go to people's houses or farms to check on the animals بتقول ان بعض الايام هتشتغل في العيادة بتاعتها والحيوانات هي اللي هتجلها عشان تعليقها وفي ايام تانية هي هتضطر ان هي تروح لمنازل الناس او المزالع بتاعتهم عشان تفحص يعني وتختبر الحيوانات وظيفة ثالثة اللي هي دكتور بيقول when i am older i want to be a doctor اللي هو لما اقبر انا عايز ابقى طبيب i think this job is a good job for me وانا اعتقد ان الوظيفة دي هتكون وظيفة مناسبة ليا because i like helping sick people عشان انا بحب اساعد الناس المرضى i will give them some medicine and looking after ill people انا هتديهم بعض الادوية وهعتني بالناس المرضى i am good at science and i enjoy working in a team انا شاطر في العلوم وبحب اعمل في فريق عمل او اعمل كفريق عمل طبعا دي نمازج مختلفة ممكن تتكلمهم عن المهنة اللي انت عايز تبقاها ممكن انت بقى تجيب الدرس اللي هو بتاع lesson 5 and 6 unit 5 وتبتدي انت تشوف انت عايز تطلع ايه عايز تطلع مهندس عايز تطلع زابط عايز تطلع محاسب وتبتدي تشوف الخطوات اللي انت تكتبها عشان تطلع الحاجة دي وتعمل البراجراف الخاص بيك تمام وتاخد النمازج دي كنمازج ان انت تشوفها كمثال تقدر ان انت تقلل منها تراعي علامات الترقيم تراعي ان العلوان يكون في نص السطر تراعي انك بتسيب حتة من اول السطر وتكتب لجوه شوية في اول جملة وبعد كده بتكتب capital little في اول الجملة وتحط full stop في نهاية الجملة وهكذا طيب نشوف معانا task تانية معلش لو المهام هنا كتيرة شوية هي في المدرسة هيجيب لك مهمة واحدة بس بس زي ما اتفقنا احنا عايزينك تتعلم الانجلش بالذات عايز ممارسة هنا مهمة زي دي بتنمي عندك مهارة الwriting ان انت تعرف تكتب فلما تعرف تكتب اللغة هتتعلمها فمش كل حاجة ان احنا نحفظها هتحفظها هتنساها يعني هتنقشها وتحطها في الامتحان وهتاخد الدرجة وبعد كده هتطلع ما بتفهمش اي حاجة ومش عارف اي حاجة فمعلش اتعب شوية بس من اجل مستقبلك من اجل ان انت يبقى معاك لغة تانية تقدر تتكلمها وتبقى ماهر وبرع فيها ما انتش عارف يمكن تشتغل برا يمكن تضر ان انت تسافر يمكن تشتغل في شركة اجنبية طب ليه بعد كده تروح تاخد courses بفلوس اد كده ما انت عندك العلم هو قدامك دلوقتي بتتعلمه ببلاش وبنتعلمه مع بعض واحدة واحدة فما تستسهلش اتعب دلوقتي شوية من اجل ان انت تسكن نفسك بمهارات وخبرات حياتية هتفيدك بعد كده طيب هنا بيقول sports we have in egypt يعني الرياضات اللي عندنا في مصر عايزتنا نتكلم عن مصر فيها رياضة ايه بيقول sports in egypt are various football is the most popular sport the players in each sport wear and use different equipment طيب تعالي نشوف بقى بيقول sports in egypt are various يعني الرياضات في مصر متنوعة متعددة عندنا رياضات كتير football is the most popular sport ولكن كرة القدم هي اكتر رياضة شعبية او اكتر رياضة محببة او اكتر رياضة مشهورة the players in each sport wear and use different equipment يعني اللاعبين في كل رياضة بيلبسوا بيستخدموا معدات مختلفة write about اكتب عن what's your favorite sport ايه هي رياضتك المفضلة are you good or bad at it طب انت كويس فيها ولا سيء فيها which equipment do you use to play it ايه هي المعدات اللي بتستخدمها عشان تلعب الرياضة دي what do you wear وانت بتلبس ايه طب بقول sports in egypt يعني الرياضات في مصر there are a lot of sports in egypt يعني هناك العديد من الرياضات في مصر the most popular sports in egypt are football يعني الرياضة المشهورة في مصر هي كرة القدم tennis and squash رياضة التنس والسكواش i am good at playing football انا جيد في لعب رياضة كرة القدم i love watching football matches on tv انا بحب ان انا اتفرج على رياضات كرة القدم على التلفزيون i am not good at playing squash انا مش كويس في لعب رياضة السكواش my brother is good at swimming اخي جيد في السباحة but he isn't good at karate بس هو مش جيد في لعبة الكراتي طبعا بكتب الانوان في النص وبحط علامات التنصيص لان ده جزء من التانكتوش اللي بتحسب عليه بسيب مسافة كده قبل اول سطر هكتبه وبكتب capital letter وبانهيب full stop وبعد نهاية كل جملة بكتب capital letter وبحط الفول stop وبالتزم بعلامات الترقيم طيب ممكن اقول اي تاني ده انا كنت كتبه في المهام اللي قبل كده بقول we have many sports in Egypt يعني هناك الكثير من الرياضات في مصر the most popular sport is football اكتر رياضة مشهورة اكتر رياضة محببة هي رياضة كرة القدم all Egyptian like football so much كل المصريين بيحبوا رياضة كرة القدم جدا the famous football player is محمد صلاح اشهر لاعب كرة قدم هو محمد صلاح we all love him very much كلنا بنحبوا جدا there is many other sports like karate, taekwondo, swimming, tennis and squash هناك العديد من الرياضات زي الكاراتي والtaekwondo والسباحة والتنس والسكواش sport is good for our health الرياضة جيدة لصحتنا everyone must play sport كل واحد فينا يجب ان يلعب رياضة نموذج تاني برضو بنتكلم فيه عن الرياضة بقول my favorite sport is football اللي هو رياضة المفضلة هي كرة القدم I am good at playing football انا كويس في لعب كرة القدم I play it in the football court بلعبها في ملعب كرة القدم I wear t-shirt, shorts and trainers بلبس التي شيرت والشورت او بلبس التريلنج و بلبس طبعا السنيكرز في رجلي او الكوتش يعني I play football with my friends انا بلعب كرة القدم مع اصدقائي براعي بداية الجملة capital letter لو فيه اختصالات بحط الافاستروف نهاية الجملة full stop و نهاية بداية اي جملة تانية برضو capital letter اراعي هنا التي شيرت بتكتب التي كابتل وبعدها الداش لما بقول على حاجات كتير بحط الكومة وهكذا لان طبعا زي ما اتفقنا علامات التركيم عليها درجة طيب لموسك تاني بقول my favorite sport is football football is the most popular sport in Egypt I am very good at playing football I wear boots, t-shirt and shorts to play football I kick the ball hard بقول ان الرياضة المفضلة هي كرة القدم وكرة القدم هي اكتر رياضة مشهولة وشعبية ومحببة في مصر وانا جيد في لعب كرة القدم وانا برتدي الكتشي والتي شيرت والشورت عشان العب الكرة وبشوط الكرة جامد طيب كده احنا خلصنا المهام بتاعتنا النهاردة دي كده كانت المهام اللي نزلة من الوزارة زي ما اتفقنا انا جمعت لكم من الكتب الخارجية ومن اعداد المدرسين اكتر من المدرس وحاجات انا كتباها كمان عشان انا مش عايزك تحفظ انت دلوقتي اخدت الفيديو معانا واخدت خبرتي وخبرة مدرسين تانية وخبرة كتب خارجية المطلوب منك ايه شوف العنوان بتاع المهمة اللي جاية لك وروح للدرس التاحة في كتاب المدرسة او في الكتاب الخارجي اللي معاك واقرأ الدرس واعمل لنفسك الملخص اللي خاص بك انت واكتب الملخص ده في حدود تلاتين او او اربعين كلمة وراعي فيهم ان الديكتشن يبقوا صح ان هو الاملة تبقى صح وعلامات التركيم يبقى صح واكتبوا من عندك ولو انت خايف ان انت هتكتب حاجة غلط اكتبوا وابعته لي وانا هصححه لك ويبقى انت عملت حاجة بايديك وتعلمت ان انت تكتب ما تعلمتش ان انت تحفظ وده هيفيدك في السنين اللي بعد كده ان بعد كده لما تنزل لك مهمة او تجيلك مهمة مش هتبقى الوزارة بعتلك نموذج ليها ولا هتبقى عارف تحفظها هتبقى المفروض ان انت فاهمها وبتطبق طيب عشان تشترك معي هتعمل ايه هتخش على منارة العلم انجليش فور يو على اليوتيوب هتكتب في شريط البحث منارة العلم بالعربي انجليش فور يو بالانجليزي وهتتفتح لك القناة هتلاقي زر احمر تحت الفيديو هتدوس عليه اشتراك او سبسكرايب كده اذا انت اشتركت معي هتفعل الجرز على الكل عشان اول ما نزل لك فيديو يوصلك على طول طيب انت في حاجة مش فاهمها همك عايز تبعتوني نصلحوا مع بعض حاجة عايز نحلها سوي عايز اي كتاب خارجي اي كتاب مدرسة عايز تحمله تتواصل معي ازاي؟ عن طريق الكميونيتي بتاع قناة منارة العلم انجليش فور يو على اليوتيوب اللي هو المنتدى بتاع القناة وده بيكون عامل زي الفيسبوك بالذات بيكون عبارة عن بوست وفيديوز وتحتها كومنز هتكلم انت تحت الكومنز كده انت توصلت معي هتوصلني رسالتك وهرد عليك او عن طريق صفحاتنا على الفيسبوك احنا عندنا ثلاث صفحات على الفيسبوك صفحة منارة العلم بالعربي انجليش فور يو بالانجليزي اللي هي نفس اسم القناة او صفحة منارة العلم بالعربي او صفحة منارة العلم بالانجليزي كل الصفح دي تقدر عم طريق الرسائل انك تبعاتلي الحاجة اللي انت عيزها. indigenous يعني لما دلوقتي هتختار المهمات دي وتخش تكتبها باسلوبك أو هتنقي بقى جملة من هنا على جملة من هنا من النمزج اللي انت خدتها وتعمل برضو بأيديك المهمة الخاصة بيك وعايز تتأكد ان الـ Spending صح ان انت مشيت علامات التركيم صح ابعتلي على الرسائل بتاعت الصفحات او المجموعات اللي انا قلتلك عليها وانا هسححها معاك بإذن الله طيب مايفوتكش بقى برضو الشرح بتاع الـ Punctuation اللي هي علامات التركيم مهمة جدا 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 هنزلك الفيديو بتاعتها وهحطهلك في الـ Links تحت الـ Comments بتاعت الفيديو وهنزلك برضو الحلقة التانية من الـ Punctuation اللي هي أمثلة على الـ Punctuation عشان تبقى عارف انت بتكتب ايه وبتعمل ايه شكرا لكم وشكرا على حسن الاستماع وكانت معكم منارة العلم English for you With my best wishes thank you and goodbye